ده يعني ايه اللي ممكن يحصل لو خلعنا سناننا ومعوضنا عشان بالزبط طيب خلينا الاول نتفق ان ربنا خلي اسناننا في وضع معين لو اتغير الوضع ده بيبدأ احسن عندنا مشاكل الوضع ده ان الاسنان مرصوصة جنب بعض وقصدها اسنان تاني بتعد عليها اي تغير في الوضع ده يعني بفرض ان احنا رحنا خلعين سنة من الاسنان بتاعتنا وسبنا مكانها فاضي هيبدأ يحصل تغير في السيولوجي طبيعي جدا العظم مكان السنة اللي اتخلعت هيبدأ يتاكل ده رقم واحد رقم اتنين الاسنان اللي حوالين السنة اللي اتخلعت دي هيبدأ يحصل لها حي اسمها دريفت هتبدأ تميل السنة بتعمل حي اسمها ميزيا دريفت فتبدأ الاسنان تميل بدل ما هي وقفة أبرايت او وقفة كده والفورس او القوة بتاعت المضغ بتنزل عليها فبتتوزع العظم بشكل سليم تبدأ تميل حيك لو فكرتي في شكل السنة وهي مية لو حيك بتاكل عليها حيك كده بتزوقيها بتعملي نفس الحركة اللي بنعملها لما بنحب نجي نخلع اسنان حيك بنمسك الفورس ايبس وبنبدأ نحرك السنة بشكل معين عشان نخلع هنا الحركة دي نفسها بتحصل بس بتحصل بشكل أقل فبتحتاج وقت أطول علشان تبدأ تقطع الليجيمنس او الاربطة اللي حوالين السنة اللي اتخلعت دي فبالتالي أول حاجة هتحصل الاسنان اللي حوالين السنة هتبدأ تتلخلق وهتبدأ تتخلع الأسنان العلوية أصلا هي سبتة في مكانها أو السفلية سبتة في مكانها بفعل إن قدامها سنان مجرد أنا حكت شيلي سنة هتلاقي السنة اللي قصاد السنة اللي تشالي دي هتلاقيها بتبدأ تطول هي ما بتطولش هي بتبدأ تخرج من العظم بتاعها وتطلع اللي مفيش حاجة مسبتها فبالتالي هتبدأ يتفقدي السنة اللي قدام السنة اللي انتي معوطيهاش طبعا ولو فخطيها هنخش في السيكونس التاني إن الأسنان اللي جنبها هتبدأ تميل وأنا عندنا فيديوهات هتبايني الكلام ده هتبدأ تميل فهتبدأ تدخلها إحنا بنسميها إيه بالعربي كده لما خلع سنة وأهمل وأهمل تعوضة تبدأ الأسنان تكرر زي الدومانو تبدأ أولوح تاك 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 يعني كده مثلا يا دكتور إيه كده إحنا خلعنا في سنة خلعته هو هو معوط بصي هيك العظم ما كان لسنة هيبدأ يتاكل هتبدأ الأسنان زي ما انت شايف بتعملها اسمها دريفتينج تبدأ تسحب واللي فوقيها بيبدأ يتحرك بصي الوضع بقى شكله مش مزبوط طبعا هيبدأ يحصل إن حصار لي لسه تاكل في العظم اللي حوالين الأسنان أنا هيك عمالة تعملي عليها فرص هي مش مخلوقة أو قوة هي مش مخلوقة عشان تستحمله الجنب ده نفسه بصي بيبدأ يعمل مشكلة كمان انت بتبدأ يتغيري من وضع مفسر الفك بتاعك عشان تقدري تاكل انت أسنانك كانت مرصوصة بشكل سليم فبدأت تغيري من الوضع ده فهتبدأ تحركي فكك السفل بشكل مش مزبوط ليتقدم للأمام وهو انت يحرك بتاكل ده يعمل ضغط على مفسر الفك بتاعك النتيجة بتاعته تآكل لمفسر الفك نتيجة بتاعته إن مفسر الفك هتحتاجي بعد كده تعمليله إجراء عملية أو هتعمليله إجراء مفسر الفك كامل لو فضلنا في نفس الوضع ده تمام؟ هنا هنشوف إيه اللي بيحصل بقى للعضم لما بنخلع الأسنان ما هنقولنا السيكونس الأول لو هنخلعنا سنة أي وما غير عوضناش مكاننا هتبدأ الأسنان إيه زي ما قلنا بتكورة كده وشافة العضم بيحصل له إيه يبدأ أحصل له انحصار ودي عملية في السولوجية دي عملية طبيعية في جسمنا أي مجرد أن سنتنا أو الأسنان بتاعتنا تبدأ تدخلق يبدأ الفك اللي فيها الأسنان دي يبدأ يتاكل وينزل أيها باين عشان كده هنقول بقى ينتبهوا أيها السادة في الحتة اللي جاية دي إيه إحنا عندنا هنا في مصر هتلاحظي ملاحظة غريبة جدا هتلاقي أن ستات كتير قوي عمرهم 35 سنة و40 سنة وشكلهم أولدر عن كده أو أكبر من كده ويحصل تراهولات في الوجه بدري عن كده يعني بدري يعني مفروض الفعل الطبيعي للتراهولات الوجه بيحصل عن طريق أن الواحد الجاذبية بتبدأ تأثر على الواحد بس بعد سنة طويل قوي عن سنة ستين وسبعين سنة هنلاقي هنا واحد بعد ما خلع سنانه بص التغير في الشكل ده حد عنده سنان اللي على اليمين بص على الشمال التغير ده على فكرة ممكن ما يحصلش في سنين ممكن يحصل في سنة أو في سنتين بمجرد فقد الأسنان بس عشان كده دايماً بنقول أن تغير شكل الوجه مش بالسنين بالأسنان